بسم الله الرحمن الرحيم إلى أمانة بغداد لأعمال التنفيذ المباشر لشبكة المجاري المشتركة لخدمة محلة 859 مقاطعة 3 إلى 10 ضمن قاطع دائرة بلدية الرشيد جنوب بغداد والخط الناقل باتجاه محطة الدوانم 2 لخدمة محلة 488 منطقة السلاميات ضمن قاطع بلدية الشعلة أقر مجلس الوزرائي أن يكون يوم الأحد 15 أيلول 2024 هو موعد مباشرة الملاكات التدريسية والتعليمية لعموم مدارس العراق وأن يكون يوم الأحد 22 أيلول 2024 هو موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 إلى 2025 الموافقة على ما يأتي أولاً إلغاء قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وثنين وثلاثين لسنة 2024 ثانياً بيع وزارة المالية مساحة 1750 متر مربع من قطعة الأرض المرقمة 23 ميم تسعة كوركتشال العائد إليها إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزدية والصابئة المندائية استناداً إلى المادة 39 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل بعد تقرير قيمتها من اللجنة المؤلفة بموج بالمادة سبعة من القانون المذكور آنفاً وإطفاء نسبة خمسين بالمية من البدل الحقيقي على وفق أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 المعدل وقرار مجلس الوزراء المرقم 23 1447 لسنة 2023 الموافقة على تعديل الفقرة خمسة من قرار مجلس الوزراء المرقم 319 لسنة 2022 بشأن إقرار توصيات المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الإجازات الدراسية في خارج العراق لتصبح بحسب الآتي دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممن يُحالون إلى التقاعد من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة العامة بما يضمن للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق المبادرة التعليمية في مكتب رئيس مجلس الوزراء بإرسال بعثات دراسية استنادا إلى نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية رقم ثلاثة لسنة 2018 بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافق مجلس الوزراء على تخويل وزارة الزراعة صلاحية التفاوض على الأسعار والمواصفات الفنية والكميات من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة مع وزارة الصناعة والمعادن للتعاقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن لتجهيز منظومات الري الحديثة مختلفة الأنواع ومن مبالغ الدعم البالغة 147 مليار دينار وبنسبة الدعم 30% استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنيا لسنة 2014 وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث الفين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين قرر مجلس الوزراء أن تكون نسبة الرسوم القمرقية المفروضة على مقطعات الدجاج والمصنعات 25% والتي كانت غير مشمولة سابقا بإجراءات حماية المنتج المحلي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين الف ومية واربعة وخمسين لسنة الفين وثلاثة وعشرين مع الإبقاء على الرسوم القمرقية للدجاج الكامل المجمد بنسبة خمسة وعشرين بالمية استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المرقم مية وثلاثة وثمانين لسنة الفين واثنين وعشرين وينفذ هذا القرار بعد ستين يوم عمل من تأريخ إصداره ومن قبل جميع المنافذ الحدودية بما فيها المنافذ في إقليم كردستان العراق المصادقة على عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة البالغ عددها أربع طعش مشروعا للتوقيع النهائي والمباشرة بتفعيل تلك العقود استنادا إلى أحكام المادة تسع وثلاثين إلى واحد من عقد الجولتين المذكورتين آنفا الموافقة على إحداء مصرف الرافدين أجهزة كشف المتفجرات نوع رابسكان البالغ عددها عشر إلى العتبة العلوية المقدسة والتي سبق وأن تم تسليمها إلى العتبة العلوية المقدسة بصيغة استخدام البالغ قيمتها الدفترية مليار وسبعة وستين مليون دينار استنادا إلى المادة ثمانية رابعا من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث الموافقة على تخويل وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية التوقيع على الرسائل المتبادلة للمنحة الصينية المقدمة للحكومة العراقية بمبلغ 53 مليون و 650 ألف يوان صيني تكون على شكل آليات تخصصية وحسب ما مذكور في الرسائل المتبادلة بين الجانبين العراق والصيني مع الأخذ بعين الاهتمام ما يليه أولا تغيير صيغة التوقيع لتكون بإسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وليس بإسم الحكومة العراقية حتى لا تعد هذه الرسائل المتبادلة اتفاقية دولية ثانيا التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية عملا بأحكام المادة واحد ثالثا من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية الثلاث استثناء مشروع بناء عدد من المدارس ضمن برنامج إيدوبا التي سيتم التعاقد على تصميمها وبنائها وصيانتها أفق عقد يبرم بين صندوق العراق للتنمية ووزارة التربية وأي ملاحق لذلك العقد في مختلف محافظات العراق غير المنتظمة بإقليم استثناؤها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة رقم ثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنيا لسنة 2014 وشروط الوثائق القياسية التخصصية الصادرة عن وزارة التخطيط أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولا تخويل وزارة التربية صلاحية شراء عقار المدرسة العراقية في تونس استثناء من تعليمات ونظام صندوق التربية المركزي وتكون عائديتها ملكا لوزارة التربية مع تمويلها وصلاحية تزديد ديونها من صندوق التربية المركزي ثانيا تأليف لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والتربية بشأن المدارس العراقية في الخارج وتقديم توصيات إلى مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي أولا إلغاء قراري مجلس الوزراء 581 لسنة 2013 و326 لسنة 2014 لمرور فترة طويلة على عدم تنفيذهما والانتفاء الحاجة إليهما بسبب الظروف المالية التي أحيطت بالخزينة في حينه ثانيا زيادة رئيس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار ليصبح 550 مليار دينار استنادا إلى أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل وأخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة للتنفيذ الموافقة على إضافة مليار 463 مليون دينار ضمن استيراد الوقود غاز إيران و619 مليار و68 مليون دينار ضمن استيراد الطاقة الكهربائية إلى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024 استنادا لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث الموافقة على ما يأتي أولا إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2020 والفقر اثنين من قرار مجلس الوزراء 23327 لسنة 2023 ثانيا اتخاذ وزارة الزراع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يأتي واحد توجيه دعوات مباشرة لما لا يقل عن ثلاث شركات أو مراكز عالمية متخصصة في صيانة الطائرات من أجل إجراء صيانة داخل العراق وتجهيز المواد المطلوبة للطائرات الزراعية المتوقفة وإعادتها للعمل استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة النافذة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي ثنياً تأهيل الطيارين والفنيين المستمرين بالخدمة ليتسنى مزاولة العمل على هذه الطائرات وفق تعليمات الطيران النافذة ثلاثة استحصال رخص التشغيل المطلوبة للطائرات والعاملين عليها أصولياً من سلطة الطيران المدني أربعة استكمال إجراءات الدعاوة التي أقامتها وزارة الزراعة على الشركات المجحزة للطائرات أوركوبتر الفرنسية استثناء سلطة الطيران المدني من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة رقم 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 فيما يتعلق بالبرامج والحاسبات فقط وفقاً لما يأتي أولاً شراء أنظمة إدارة السلطة والسلامة الجوية مباشرة من الشركات المتخصصة والمنتجة لهذه البرامج ثانياً شراء التراخيص وأجهزة الحاسوب والخوادم من الوكلاء المعتمدين للشركة العالمية مايكروسوفت تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية القرض الممول لمشروع تقنيات الري لمصلحة وزارة الزراعة الواردة من إيرست بنك بضمانة وكالة ضمان الصادرات النمساوية للتصدير استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث والموافقة على شروط التمويل واستمراراً في نهج الحكومة باستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإزالة أسباب التلكق وافق مجلس الوزرائي على ما يأتي أولاً زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة تنفيذ التقاطعات المجسرة والطبق السطحية لمقتربات جسر الهندية ثانياً زيادة الكلفة الكلية لمشروعي تحسين وتطوير شبكات الكهرباء مع تجهيز ونصب محولات لمناطق مختلفة من ناحية الطار وتجهيز آلية تخصصية وخدمية رافعة إنارة وتجهيز ونصب محولات سعة أربعمية ومئتين وخمسين كيلو فولت وآليات تخصصية مع تشهيد شبكة ضغط واطئ قضاء قرمة بن سعيد ثالثاً زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة إنشاء المكتب الرقمية للعقد ستة إلى الفين واثمعاش رابعاً استحداث مكون أعمال متبقية لمشروع إنشاء مركز البحوث والرقابة الدوائية خامساً زيادة كلفة المشروع الرئيس إنشاء وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة كربلاء قضاء المركز الهندية ناحية الحسينية وعين التمر شكراً شكراً